مما جدا في الشأن الفني والشأن الإداري حفظ الله النادي الأهلي من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن هذه أبرز عنوين الحلقة الأهل بين تدعيم القوة وقوة التدعيم شد حيلك يا بلد الحلم في كمبالة بيتولد إذا كانت رجي يا دولة يبقى الأهل يا أمة دولة الثلاثة عنوين المهمين جدا اللي بنستشرف بهم المرحلة اللي جاية شديدة الأهمية والتأثير سواء في مسيرة المنتخب الوطني أو في مسيرة النادي الأهلي الكروية والرياضية بإذن الله تعالى كل سنة أنتوا طيبين الأهلي كابتن حسام البدري منح اللعبة فرصة الاحتفال بالعيد يوم واحد يوم الجمعة فقط أول أيام العيد يعني يوقفوا اتباح وارجع للتبرير اتباح وارجع هيعود الفريق للتدريب في ملعبة تيتشي يوم الخميس إن شاء الله يعيشونا حياة مش سهلة الناس فاكرهم يعني بيلعبوا كورة ملبسة وبياخدوا فلوس وبيعملوا مستقبل لكن تخيلوا أنه وانتوا كلكم بتصيفوا بتعملوا بتاخدوا أجازاتكم هم باستمرار أعيادهم بتبقى مشحونة بالاستعدادات صحيح ربنا وفق الأهلي أنه يعبر طبعا مباراة التراجل لأن هي دي العقبة الكؤود هذا هو النهائي المبكر يعني الأهلي بيستعد أنتوا عارفين هيستهلوا مشوار الدوري بإذن الله تعالى يوم 16 سبتمبر الدور هيبدأ 18 أو مباراة التراجل 16 سبتمبر لكن الأهلي بيبدأ الدوري يوم 8 مع طلاع الجيش بإذن الله تعالى أيضا بداية أخبارنا السيد فايز عريبي رئيس نادي طنطة له تصريح أن المهندس محمود طهر رئيس نادي الأهلي اعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة الأندية المنوب بها إعداد لأحد رابطة الأندية المحترفة وفوض المهندس محمود طهر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقصة لينوب عنه خلال الاجتماع مشيرا إلى أن رئيس نادي الأهلي كان على تواصل معه خلال الفترة الأخيرة للإطلاع على ما توصلت إليه المناقشات أنتم عارفين أنه اتحاد الكورة لما أخذ على عاتقه مهمة ضرورة تأسيس رابطة الأندية المحترفة وشكل لجنة من بعض رؤساء الأندية هدفها الاجتماع علشان يبدأ بلورة فكرة الرابطة المحترفة ولائحة هذه الرابطة وبدء العمل بتاعها بشموندس ولجنة صياغة لائحة الرابطة هتجتمع يوم عشرة تسعة بإذن الله تعالى ده تصريح للأستاذ مرتضى منصور قبل ما نروح للتصريح ده أنا بحب ضبط المصطلحات جدا عندما يصاغ محمود طاهر فوض رئيس المقاصة يتبدر إلي زينك روح أعمل اللي أنت عايزه وإحنا معاك لا كلمة التفويد معناها كده خد قرارك بن ياب عنين ولكن مؤكد مش ده اللي حصل مؤكد النادي الأهلي من خلال رئيسه كانت له رؤية نقلها إلى رئيس نادي المقاصة وقال له أنه يتبنىها وينقلها من ياب عني نادي الأهلي إذن هنا طالب من رئيس نادي المقاصة نقل وجهة نظر النادي الأهلي في هذا الأمر ولم يفوضه لا أحد يأخذ تفويدا من النادي الأهلي ولا أحد في النادي الأهلي يعطي تفويدا لأحد ما فيش حاجة اسمها تفويد إنما فيه تكليف فعن نادي الأهلي له رؤية طيب الساد محمد عبد السلام أو اللواء محمد عبد السلام رايح فكلفه وبعدين كمال وهذا اللي يؤكد اللي أنا بقوله ضبط المصطلح إن الأستاذ فايز عريبي بيقولك كان المهندس محمود طار على تواصل معنا خلال خلال الاجتماع بنتبادل وبيتواصل يعمل ايه عملته ايه طب قلته ايه بقول لهم رأيه وبياخدوا رأيه إذن ما فيش تفويد إنما فيه أنت موجود إنقل بالنيابة عننا وجهة نظرنا بس أنا حبيت أقول كده طيب الأهلي كمان بيستخرج تأشيرات الدوليين قبل رحلة تونس لمواجهة الترجي في مباراة العودة كلف مسؤول النادي المهندس سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالبدء من الآن في استخراج تأشيرات السفر للعبين الدوليين اللي حيكونوا موجودين في هذه الفترة في معسكر المنتخب ورحلة أغندا بالإضافة لاستخراج تأشيرات بقية المقيدين أفريقيا نعرفين الأهلي سجل 26 لاعب في القائمة الأولى ومتعب على موجود في القائمة أرسلت إدارة الكرة بالنادي الآل القائمة الأولية للفريق الأحمر إلى اتحاد الكرة وفقا للموعيد المحددة وضمت القائمة 26 لاعبا شريف إكرامي وأحمد عدل عبنم ومحمد الشناوي في خط الدفاع أحمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني وعلي معلول وصبر رحيل وحسين السيد ومحمد نجيب وأحمد ورامي ربيعة وسعد سمير في خط الوسط حسام عشور وعمر السلاية وعبد الله السعيد وعمر بركات وميدو جابر وواليد سليمان ومومن زكريا وأحمد حمودي وصالح جمعة وفي خط الهجوم عمر جمال وجونيور أجايه وأحمد الشيخ ومراوان محسن ملاحظ أنه تم قيد المعارينة بشمهندس ده على أساس حفظ حقوق الأهلي فيهم بحس يبقى اللعب معار فقط يعني أنا أسجل يعني تلوتي أسجل أحمد حجازي بس لحظة واحدة وأنا بعيره لحظة واحدة بس أه دول ستة عشرية إسم أه يعني لنا أربعة حيضافوا على هذا أيها طب ما أضع الوجود جديد حتخش بالظبط إنما أنت عايش تقول أن عمر جمال موجود وعايش تقول حجازي موجود والأتنين معارين والأتنين أه طبعا مش هتخرجوا من قيمتك أه لم تشمل القيمة زي ما أنتم ملاحظين عماد متعب ليه وإسلام حارب وهشام محمد ووليد أزار وأيمن أشرف ده لأنه التعاقدات جديدة عماد متعب له عقد جديد فاللعيب اللي له عقد جديد بيتم قيده في القيمة التانية بعد اعتماد العقد الجديد له ده اللي يمكن الناس تلاحظ عدم وجود عماد متعب في القائمة الأولية لأنه له عقد جديد تم توقيعه بينما تقرر طبعا قيد خمس لعبين تحت السن الناس هتقول فين كريم ندفد فين أكرم توفيق فين فوزي الحنوي فين أحمد بكهم دول اللاعبين الصعادين اللي مستمر مستمر قيدهم في قائمة النشئين أي بس مش موجود أكرم توفيق وكريم ندفد ما هو موجود ضمن الخمس لعبين ومتحت السن لسه بشواندس أنا فاهم بس مش موجودين في القائمة الأفريقية لا لا دي القائمة الأولية اللي راح تتحاده كورة القائمة المحلية 26 اسم بقي لك أربعة احنا كده شواندس دي القائمة المحلية الدور الجديد ده الموسم الجديد المحلي مش القائمة الأفريقي آه ماشي دي القائمة الأولى لاتحاده كورة فأكرم توفيق وكريم ندفد وفوز الحناوي وأحمد بكهم مستمر قيدهم في النشئين ده المران الصباحي اللي لعابة الأهلي في المعسكر المغلق اللي مقام في 6 أكتوبر تحت الشرف الكابتن حسام البدري والجهاز المعاون الحقيقة كابتن حسام مركز تأكيس كبير جدا يعني الله يكون فوقنا بشواندس في مسألة إن أنت تبدأ إعداد بدني في هذه المرحلة المهمة جدا من الموسم والقوة الضربة بتاعتك موجودة في معسكر المنتخب يعني ما يقرب من عشر لعيبة في معسكر المنتخب في هذه الفترة فكابتن حسام بيجاهز ما لديه من لعبين علشان يدخل بيهم الموسم الجديد الفريق بيتمرم في خلال هذا المعسكر اللي في 6 أكتوبر على فترة واحدة غدا إن شاء الله ويواصد تدريباته هياخد أجازة الجمعة فقط ويستأنف الفريق التدريبات من جديد هيلعب الأهلي مباراوة دية مع النصر يوم 30 أغسطس إن شاء الله وكابتن أحمد أيوب المدرب العام له تصريح إنه كابتن حسام البدري قرر خوضه مباراوة دية أخرى أمام أحد أندية الدور الممتاز هيرشح إنها تكون يوم 4 أو 5 سبتمبر اللي جاي بإذن الله مؤمن زكريا نجم الفريق واحد من الهدفين المتميزين الحياة له تأثير لافت مؤمن بيعود للتدريبات الأهلي ومحارب أيضا عنده شكوى من بعض الألام في الحوض إسلام محارب لعب الأهلي الجديد اللي رجع للأهلي من سبوحها شارك في التدريبات الجماعية بعد أو شارك ثم استمر في التدريبات واستأزم بعد كده نظرا لشكواه من الألام في منطقة الحوض اكتفى محارب ببعض التدريبات التأهلية على هامش المران الجماعي تحت إشراف طاري عبد العزيز أخصاء التأهيل في الأهلي زي ما حضرتك وشفته في الوقت اللي عادي مؤمن زكريا الإصابات دي إذا ما يكون لازم يتدشن اللعيب يصاب كده في النادي الأهلي ها عشان يعتمد يعني يعني حاجة غريبة إن إذا عبتنا بتصاب بشكل كلام كتير على التدعمات اليوم السابع الأهلي بيتلقى عرضا لضم مدافع حمام الأنف التونسي في صفقة انتقال حر وبيقول الموقع الأهلي تلقى عرض من أحد وكلاء اللعبين للتعاقد مع المدافع التونسي على الدين البسليمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر نظرا لانتهاء عقد اللاعب معنا دي حمام الأنف خاصة مع استمرار الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام في البحث عن تدعيم قوي لخط الدفاع الموقع بيقول إن في مصدر مسؤول في الأهلي قال إن البسليمي يبلغ طوله ما يقرب من متر وتسعين سنطي ما شاء الله سنه ستة وعشرين سنة رفض فكرة تجديد عقده مع حمام الأنف والاستمرار معاه فضل الانتظار لحين تلقي عرض جيد بدأ الوكالات يتحدثون عن إمكانية انتقاله للنادي الآلي سجل البسليمي ستة أهداف أغلبها بالرأس مع حمام الأنف كما أنه رفض التوقيع لأحد الأندية الجزائرية لرغبته في العودة للعب لنادي كبير يعود من خلاله لصفوف المنتخب التونسي ورحب اللعب بشدة بالانتقال للآلي في فترة في حال اتمام التفاوض الذي يجري حاليا بحسب تأكدات اليوم السابع اللي بيأكد انه اللعب جيد ويمكن ان يكون صفقة قوية بش مانتس انت بتدور على واحد بديل لحجازي حجازي أهم مدافع اللي لم يكن في مصر حيكون في أفريقيا ومنعف الدور الانجليزي النهاردة انت لما تجيب علي معلول ده ظهير أيسر منتخب تونس طبعا المصفات البدنية ممتازة بتاعت اللعب وجاب ست جوان ماشي كلام جميل جدا لكن هو برا المنتخب متنساش ده فانت لازم لازم تبص عليك واسقاوي ها اذا كان يستطيع من خلال امكانات فنية وبدنية وان يتأقل ويتطور بما يعود هذا الغياب المؤثر متاع أحمد حجازي أهلا وصح لكن لازم نبقى واحنا بجيب حد حطين في ذهلنا ان احنا فقدنا حد بقيمة أحمد حجازي وعايزين نعوض كان في قيمة أحمد حجازي ومحمود عزة لا مش في نفس الكفاءة طبعا انت بتكلم على أهم مدافع في مصر هو سعد سمير اي واخد بلد فانت النهاردة عايز حد كده لان انت أقود فاعل انت أقود فاعل ايه لان كان فيه سلاسي او رباعي على أعلى مستوى يعني حجازي ربيعة سعد نجيب اي اتنين من دول كانوا بيطمنوك على الخط الدفاع يعني اللي راح وتقلق منهم في الدورة الانجليزية في نادي كبير هو حجازي يبقى انت عايز حد بالموصفات دي ترجمة نانسي قنقر